تحية طيبة لكل من يتابعني اياكم اوسل خسرجي عندنا لكم درس جديد حول البرنامج اليوتور الموجود والمتوفر على سوق بلاي طبعا هذا البرنامج من انتاج ولد اسمه محمد علي مشكور عنده نسختين النسخة المدفوعة والنسخة المجانية طبعا النسخة المجانية يعني ماكو اي مشكلة بيه تقدر تستخدمها بطريقة جدا بسيطة واكو النسخة مدفوعة راح اعلمكم شون راح تشتروها وشون المميزات بين النسخة المدفوعة والنسخة المجانية طبعا اول شي ندخل على السوق بلاي نكتب يوتور مثل ما موجود ونبحث عليه راح تلقو سجل الديون ندخل للبرنامج طبعا مثل ما تشوفون عندنا سلايد نضغط عليه اول شي نسوي تسجيل الدخول التسجيل بحساب انشاء حساب ندخل الاسم مالتنا والبريد الكتروني والرمز اللي يريد نسوي لهذا البرنامج ونضغط طمرت اللخ للرمز ونسوي انشاء حساب راح ينشألنا حساب او يرسلنا ايميل مباشرة يفعلنا هذا الحساب من خلال تسجيل الدخول ندخل اليوزرنام او البريد الكتروني والباسورد ونقدر بكل سهولة نربطه على الجوجل او الجيميل الخاص بنا طبعا هذا راح يوفر لي سحابة على الانترنت اقدر احفظ كل المعلومات الخاصة بيه على هذا البرنامج بحيث من انتقل من موبايل موبايل عن طريق نفس الحساب راح يرجع لي كل البيانات على الموبايل الجديد هنا احنا راح نضيف بعض اليوزرية ونشوفكم التعديلات علي من خلال النقر على علامة الزائد نضيف اسم المشترك مثلا علي محمد اليوزرنام الخاص بي ما الاشتراك علي اات سمارت سعر الاشتراك مثلا 30 ألف ديون السابقة ديون تدخل هنا ماكو تتركه طبعا النانو الا حساب VIP يلا تقدر تخلي IP النانو على متذكرة ولا ترجع للحاسبة وغيرها رقم الهاتف دخل وتاريخ بدء الاشتراك هنا تختار اي تاريخ لبدء الاشتراك تنطي اضافة اضافة علي محمد الايام المتبقية 31 يعني 30 يوم انضيف اشتراك اخر البشار سعر الاشتراك هذا الابيع اللي هي البشار مثلا 45 وانضيف مباشرة انضيف شخص ثالث سعر الاشتراك مثلا 35 نضيف اضافة هاي ثلاث اشتراكات طبعا نضغط على سلايد حالة المشتركين عندي ثلاثة فعالين على وشكل انتهاء في حال انه الاشتراك راح ينتهي بعد ثلاثة ايام مثلا او يومين راح يصير لون الاشتراك هذا الى اللون الاصفر على وشكل انتهاء يتحول والاشتراكات المنتهية راح تكون باللون الاحمر طبعا مميزات ال vip هس ندخل مثلا على علي محمد هاي التفاصيل من الاشتراك سعر الاشتراك بدء الاشتراك وش وكت ينتهي والأيام متبقية واليوزر والديون اذا ريد نسدد العلي محمد مثلا نسدد المبلغ بتاريخ 16 مثلا 15 الف ننطيت ازديد راح يبقى علي 15 الف مثل ما تلاحظون لازم يسدد همرت اللخ يلا يصفر تمام بعدها نقدر نسوي تعديل من خلال هاي ثلاث نقاط الفوق العليمين تعديل راح نقدر نعدل على سعر الاشتراك والاسم وغيرها نرجع واكو حذف عدنا حذف نقدر نحذف الاشتراك به مثل ما تشاهدون راح يحذف من السجل نهائيا ننطي لغا طبعا هذا السجل يقول تم تزديد المبلغ 15 الف بهذا التاريخ قمت باضافة اشتراك بسعر 30 الف بهذا التاريخ هاي سجل يبين هذا الاشتراك نرجع طبعا اكو ترتيب بحسب عدد الايام المتبقية ودين المشترك عدد الايام المتبقية لان هن كل هن تفعلن بنفس اليوم فهو يرتبها عشوائي بس على عدد الايام المتبقية يعني مثلا اكو ناس بقالها خمسة ايام او ستة راح يخليهم لي وراه والأيام اللي اكثر راح يخليها لقدام او بالعكس وعدنا دين المشترك اذا نختارها مثل ما تلاحظون خلان بشار اول واحد حيدر ثاني واحد وعلي محمد ثالث واحد حسب دينه الاولوية للدين الاعلى واكو عن طريق الحروف الابجدية عن طريق الحروف الابجدية متوفر فقط في النسخة ال vip طبعا متوفر فقط بالنسخة ال vip تواصل معنا عن طريق التليجرام هيا عن طريق الفيسبوك التواصل تقدرون تراسلون الصفحة ما ليوتور او عن طريق التليجرام هسا راح ادخل باشتراكي راح احذف لاني الاشتراكات لان هذي نسخة يعني بعدها ما تحفظ السجلات لان ما المداخل بحسابي راح ادخل بحسابي واشوفكم اليداسة تسجيل دخول التسجيل بالحساب تسجيل دخول ندخل كلمة المرور ونطي تسجيل دخول مثل ما تلاحظون هاي اليوزرية كلهم اللي عندي ضايفهم اروح على السلايد بعدها اقول تحويل الحساب الى vip مثل ما تلاحظون لازم ندخل هنا رمز الرمز عن طريق التليجرام عن طريق التليجرام هذا اللي جواه نتواصل اياه ونقول لي ابا مثلا سعر البرنامج هو 10,000 دينار ACSL او Zain تقدر تحول مباشرة ينطيك رمز يتحول الى vip مميزات ال vip عدم ظهور الاعلانات نهائيا اضافة ipnano المشترك والدخول عليه مباشرة يعني تفيدك هاي الجزء المعلومة او لا تحكم كامل بديون المشتركين هسراح اشرح لكم اياها وترتيب المشتركين حسب الحروف الابجدية حالة المشتركين الفعالين عندي الوشك الانتهاء او الانتهيين والاشتراكات المنتهية مثل ما تلاحظون حسابي ندخل على الحساب ادي ديون المشتركين والعدد الكل اللي يضايف حتى المنتهيين همين يطلع الهنايا والاشتراكات المضافة والمبلغ المسدد والاشتراكات المضافة للشهر الحالي والمبلغ المسدد للشهر الحالي. طبعا هاي اليميل وهذا اليوزر الخاص بي تقدر انت طبعا طريقة جيميل او سوي لك حساب خاص بيك. هاي اذا سوي التسجيل خروج هسه مباشرة راح يطلع من هاي الحساب وقدر ادخل على اي حساب ثاني او حساب بدون ربطة بلكلاود بس يفضل ربطة بجيميل او بحساب جديد. حتى البيانات من تريد تحول من موبايل موبايل او يتفرمت الجهاز مباشرة انت تقدر تترجعها. عدنا سالفة الديون نقدر انطبع على هذا الشخص. اضافة اشتراك يعني اذا تريد تضيف فوقه لا يمكنك اضافة اشتراك جديد لحين انتهاء الاشتراك الحالي. ما تقدر تضيف اشتراك فوق اشتراك. مثل ما موجود بالرسيلر. لكن بميزة ال vip اذا فعلتها تقدر تضيف اشتراك فوق الاشتراك هذا ماتك. طبعا فقط بال vip. عندك هاي المربع الفوق بصفة 3 نقاط. الدوسة تقدر تضيف ملاحظة هناك. على مود الذكرة كيفية شي معين. مثلا اذا الشخص يعني بعد خمس ايام او ستة موعدك انه ينضيك الاشتراك. تكتبها ملاحظة على مود الذكر. من تدخلها تدخل على هذا المكان. راح تلقاها الملاحظة مكتوبة هنا. التعديل عندك السجل. قمت باضافة اشتراك بسعر هالقد. هذا التاريخ. والتعديل مثل ما وضحت. بالبداية راح يطلع لك تفاصيل كاملة. من الدوس على ايبن نانو راح مباشرة يقول لك حول حسابك الى vip. طبعا البرنامج قيد التطوير بعد اكثر راح ينزل صاحب البرنامج او المبرمج. راح ينزل بعد مميزات اكثر لل vip طبعا وليس لل الاشتراك المجاني. اتمنى تكونوا استفاديتوا من هذا الفيديو في نهاية كلامي. تقبلوا تحياتي. كان معكم اوس الخزرجي.